اشتركوا في القناة موسيقى مساء الخير ليبيسان والمجدل واسدود وعسقلان مساء الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو والفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقصطل من طبرية حتى النقب مساء الخير من اللد والمثلث مساء الخير من وطن يا وطن مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباص وسلفيت مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء مساء الخير للعمال والفلاحين مساء الخير للطلاب للفقراء مساء الخير يا وطن مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين من قصبة طعمة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كف قصبة زيتوني وعلى كتفين عشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وأستاذتي ومتابعين ومشاهدين عبر وكالة وطن للأنباء في آخر المسجدات داخل الساحة الفلسطينية ومعركة طوفان الأقصى ليومها الخامس والستين على التوالي في برنامج مساء الخير يا وطن معكم في الإعداد والتقديم محمد شوكة وفي الإخراج الإدعي محمود معطال وفي الإخراج التلفزيوني محمد الزاغة وإليكم أبرز العناوين طوفان الأقصى في يومها الخامس والستين حرب البادة مستمرة في غزة والاحتلال يتلقى ضربات ماكنة من المقاومة المقاومة في غزة تسطر بطولات مستمرة القسام تجهز على ثلاثة عشر جنديا من مسافة صفر خلال ساعات قليلة معارك ضارية في الفلوجة وجباليا والاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لخسائره وتطورات الفشل الإسرائيلي وتدعياته أيضا بعد قليل أهلا ومرحبا بكم إذن سيداتي وسادتي في ذلك التطورات المتسارعة أبو عبيدة في كلمة مسجلة قال لن يخرج أسير إسرائيلي واحد إلا بشروط المقاومة والقادم هو أعظم إذن قال أبو عبيدة نطق باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إنه لن يخرج أحد من الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلنته المقاومة منذ بداية معركة طفان الأقصى وأكد أبو عبيدة في كلمة مسجلة مسجلة أنه لا إسرائيل ولا داعموها يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل ونزول عن شروط المقاومة والقسام وضاف مؤكدا لا نتنياه ولا حكومته ولا صهاينة البيت الأبيض يستطيعون تحرير جندي واحد والعملية الفاشلة أثبتت ذلك في إشارة إلى إفشال محاولة تحرير أسير إسرائيلي ومقتله قبل أيام أيضا شدد على أن الهدن المؤقتة أثبتت مصداقية كتاب القسام بأن أحد من أسر العدو ولن يخرج إلا بشروط المقاومة ميدانيا قال أيضا أبو عبيدة أن كتاب القسام ضمرت 180 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال العشرة أيام الماضية أي منذ انتهاء الهدن الإنسانية المؤقتة مطلع ديسمبر كانون الأول الجاري وضاف أن مقاتلي القسام هاجموا آليات الإسرائيلية بقضائف اليسير 105 وتاندم وعبوات شواض مؤكدا قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق أيضا لفت إلى أن الكتاب هاجمت قوات إسرائيلية راجلة متحصنة في البنايات بقضائف مضادة للأفراد وأجهزت عليها من مسافة صفر مبينا أيضا أن عناصر حماس تصدوا لقوات الاحتلال المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة وقال إن كتاب القسام نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة وأيضا القنص وتفجير الألغام وتطرق إلى قصف كتاب القسام مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلا بعشرات الصواريخ المتنوعة في ضوء هذه التطورات الميدانية المتسارعة أكد أبو عبيدة أن الاحتلال فشل في شمال قطاع غزة وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع مؤكدا أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات والقادم هو أعظم وحول ما يكرره قادة إسرائيل بإعلان هدف القضاء على المقاومة قال أبو عبيدة إن هذه التصريحات كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء أشار إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا والانتقام من المدنيين مجددا التأكيد أن ما يحقق العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي فقط لا غير وختم كلامه أنه أو أنه لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف في كسر إرادة شعبنا إذن هذه تفاصيل الكلمة التي كانت قبل قليل تحدث بها المتحدث باسم أو الناطق الإعلامي باسم العسكري باسم القسام أبو عبيدة حيث قال لن يخرج أسير إسرائيلي واحد إلا بشروط المقاومة والقادم هو أعظم ترجمة نانسي قنقر إذن سيداتي وسادتي في ذل هذه التطورات إذن طفان الأقصى في يومها الخامس والستين حرب لبادة مستمرة في غزة والاحتلال يتلقى ضربات ماكنة من المقاومة بهذا إذن دخلت عملية طفان الأقصى يومها الخامس والستين ردا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى حيث أعلنت صحيفة يدعوة أحرانوات العبرية أن خمسة آلاف من أفراد جيش الاحتلال أصيبوا خلال الحرب في غزة فيما اعترفت وزارة الاحتلال الإسرائيلية بألفي معاقة حتى الآن مشيرة إلى أن قسم عادة التأهيل يستقبل ستين مصابا يوميا أغلبهم في حالة خطيرة إضافة إلى إصابة مئة على الأقل بالعمى وسبعة أصيبوا بأعراض نفسية فيما يواصل الاحتلال غراطه على قطاع غزة حيث استهدف رفح وخان يونس المخيم المصيرات وجباليا بغراط كثيفة واعتدى على المواطنين أثناء توغله البري واستأنف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة بعد أسبوع من الهدنة الإنسانية المؤقتة وطال قصف الاحتلال لغزة برا وبحرا وجوا مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة ما أصفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى غالبيتهم أطفال ونساء اشتركوا في القناة في ظل هذه التطورات المتسارعة تخوض المقاومة في قطاع غزة ملاحم واجتباكات بطولية ونفذت كماء نوعية وقصفوا تحشدات الاحتلال وهاجموا قوات قاصة خلال مواجهة قوات الاحتلال في محاورة توغل في قطاع غزة وكبدوها خسائر فادحة في الجنود والدبابات حيث أجهزت على 13 جنديا من جيش الاحتلال من مسافة الصفر خلال ساعات قليلة وعلنت كتاب القسام في بلاغ عسكري ظهراء اليوم أن مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على ثلاثة من جنود الاحتلال من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفلوجة شمال قطاع غزة في وقت سابق من صباح اليوم أعلنت أدى كتاب القسام أن مقاوميها أجهزوا على عشرة جنود من جيش الاحتلال من مسافة صفر في منطقة الفلوجة أيضا شمال قطاع غزة إضافة للإجهاز على قناص إسرائيلي في منطقة الفلوجة شمال قطاع غزة إذن في ظل هذه التطورات ينضم معي ضيفي عبر الهاتف الدكتور باسم الزبيدي برفوصة العلوم السياسية في جامعة برزيت مساء الخير لك دكتور باسم مساء الخير تحياتي لك يعني بداية لربما تبعت كلمة الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة كيف يعني ما الجديد باعتقادك دكتور باسم في هذا القطاب بعد انقطاعه لربما أكثر من عشر أيام بداية ليس من السهل معرفة سبب هذا الاختفاء على وجه الدقة لكن العودة كانت عودة قوية بلهجة تنطوي على درجة كبيرة من التحدي والثقة هناك شبات واضح بالصوت بالنظرة بالكلمة بمجمل الكلمة عكست روح عميقة بالتحدي بأن المقاومة لا زالت بخير وأن الجانب الإسرائيلي وأن الجيش الإسرائيلي هناك عمليا يعني يتعمق مأزك رويدا رويدا وهذا طبعا مفهوم هذه جغرافيا يعني مألوفة جدا للمقاومين هم أبناء المكان هم الآن لا يواجهون الجيش الإسرائيلي كونه غازية فقط وإنما هم يعني يأخذون القصاص ممن قتل أهلهم وأولادهم وأخواتهم وأصرهم ومن دمروا البلاد بالتالي العزيمة والعقيدة والنفسية والإقدام التي يمكن أن نجدها بثنايا قناعة ووجدان المقاوم في غزة يعني هي عميقة جدا ومليئة بقدرة هائلة على الاستمرار بمكافحة هذا المحتل لدحره من غزة باعتقادك دكتور إباسم يعني في ذل ما أشار له أنه لن يخرج أسير إسرائيلي واحد إلا بشروط المقاومة المعلنة منذ السبع من أكتوبر المنصرم والقادم هو الأعظم يعني يعتبر لربما هذا التوضيح من أبو عبيدة بأن المرحلة القادمة هي مرتبطة بتحكم وصمود المقاومة وهي تأتي بصياق الإنجازات للمقاومة نعم يعني هذا يعني بديهي جدا هذا الاستنتاج إذا ما لاحظنا منحنى الحرب نعم بدأت الحرب بأهداف يعني عالية جدا جدا من كبه الجانب الإسرائيلي نعم يريد أن يصحك ويلغي ويدمر ويبخر قطاع غزة بمن بيء من الناس طبعا مع الوقت اتضح أن هذه هذه الأهداف مستحيلة التحقق لا بل بالعكس أن كثير من العقبات الداخلية والخارجية سواء كانت اللوجستية المرتبطة بمرطيات الحرب في الميدان أو تصدع الجبهة الداخلية في إسرائيل أو كمان النقد الهائل الذي تواجه الحرب عالميا كل هذه قضايا أدت بالإسرائيليين يعني هي التي يكون أنهم بحالة انحدار فيما يتعلق بمطارهم وبالتالي الآن هم بحاجة ما سالما يساعدهم يعني بالنزول ربما يعني ليس قليلا وإنما بالنزول كثيرا من الأعالي التي اتخذوها سالما وهذا يعني 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 بعد 65 يوم لم يستطع الجيش الإسرائيلي أن يخرج بالقوة أثيرا واحدا أو نحن حتى المحاولة التي تمت قبل يومين كانت متعسرة جدا وكانت منتهى السوق مش إنه فقط لم يستطيعوا إنقاذ ذلك الجندي وإنما عدد منهم قتل أو يرح وهذا يعني حتى لم يتمكنوا لم يتمكنوا من أخذ هذا الجثمان على الأصل للإدعاء أنهم تحققوا بعد النصر هذه كانت كارثة حقيقية وخلت الإسرائيليين الآن بطبيقيني على قناعة يعني أقوى بأن إعادة المختصفين لن تتم عمليا عسكريا لا يمكن أن تتم عسكريا وهذا يعني العودة إلى مربع شروط المقاومة التي من اليوم الأول قالت أن هذا الأمر لا يمكن أن يحل إلا بتبادل بمعنى أسرانا مقابل أسراكم وأظن أن الإسرائيليين بدأوا الآن بدأوا يحسون بشكل جدي جدا وقوي أنه لابد من إيجاد صيغة لإعادة التفاوض وإعادة المختصفين الإسرائيليين وطلعا وطلعا مما ساعد بذلك التي حملها من تم إطلاق صراحهم من الاعتقال أو من الحجز لدى قوات القسام إنهم تم معاملتهم بدرجة إنسانية جيدة لم يتم عمليا إهانتهم بالتالي كان في وجه إنساني هذا أحرج إسرائيل كثيرا لأن العالم يعرف كمان التنكيل والقسوة التي تعامل بها سلطات السجون الإسرائيلية المعتقلين الفلسطينيين بالتالي الآن الإسرائيليين هم أمام جبهة متشعبة من الضغوطات الأخلافية والسياسية والعسكرية بالداخل الإسرائيلي وفي العالم ووسائل الإعلام أنا بتكبير حتى الأميركان الآن ضاقوا ذرعا بهذه المدد الزمنية الهائلة التي منحت بإسرائيل وبالكم المدهل بالسلاح ولكن النتائج نازالت عمليا تقارب الصفر طب دكتور باسم يعني بأتقادك ما نلاحظه من خلال المتابعة ورصد الإخبار والتطورات المتسارعة لحظة بلحظة أن الهدف الاحتلالي يعني اليوم يعني نلاحظه أن يعني يأتي في السعي أو للتوجيه المواطنين وزكان وشعبنا في قطاع غزة إلى عبر الحدود للتوجه إلى مصر يعني هجرة جديدة نعم هذا هذا كانت يعني كان ولازال هو الهدف كان معلن قبل فترة الآن مضمر إلى حد المال لكن هو يعني ما تريد يعني ما يريد الاحتلال لتطبيقه على غزة لكن لأسباب متنوعة هذا التوجه أو هذا المصار متعسل جدا العسل الأولى اللي بنعرفها سابقا اللي هي الموقف الصارم جدا من كبر كل من مصر والأردن ضد مثل هذا الخيار كونه بمسابة حرب تم عملية وصفه أنه سيتكون بمسابة حرب على كل من مصر والأردن وأكدوا على أن هذا الخيار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الموافق عليه لأنه بالنهاية يعني المساهمة بتعزيز نكمة الفلسطينيين والوقوف ضدهم بشكل لا يمكن لهذه الحكومات أو لأي طرف آخر أن يكون قادر على تبريره داخليا في فلسطة البلدان هذا جانب الجانب الآخر وهذا مهم جدا أنه جزء كبير جدا من الفلسطينيين بالرغم من القتل والأسى والدمار والجوع وإلى آخره إلا أنه يعني آثروا على أن يبقوا في حدوم غزة الطبيعية نعم يعني يتجولون أو يجبروا على الانتقال من مكان إلى آخر يعني غزة منطقة شمال غزة اللي كان بحدود 1.1 مليون بني آدم عملية لازال موجود فيها حتى اللحظة حتى هذه اللحظة مش أقل من 750 ألف رغم المجازر البشعة التي تم اكتلاف فيها نعم هناك البعض ممن انتقلوا من الشمال إلى الجنوب لكن علينا نركز كمان على أن الغالبية الساحقة يقولون أنهم سيرقون في ديارهم حتى لو يعني لو بقيوا على هذا الركام طبعا متذكرين تماما بشاعة اللجوء وبشاعة النكبة من 48 واللي واضح تماما أن الفلسطينيين يعني في المدرس ولا يمكن بأي حال من الأحوال لهذه التجربة أن تتكرر وأمنيتي أن ينتقل هذا النوع من الإحساس على الضفة الغربية لأن الضفة الغربية شيئا ما بين سيأتي ذلك اليوم التي سيكون للضفة الغربية فيها كمان ملحمتها لأنه بنهاية المطار كلنا بنعرف أنه بالنسبة لإسرائيل المهم يهودة والسامر يهودة والسامر هي الضفة الغربية والكنز وهذه هي المعرة وبتبدير حتى موضوع غزة سيبدو أمرا هامشيا إذا ما قررنا بمستقبل الصراع القادم بتبدير اللي راح تكون الضفة الغربية ساحة الصراع بالتالي هذا درس بشكل استفاقي ينبغي أن نستدخل ونتعاطى معه بكل جدية أن مسألة الترخيل ومسألة الهجرة ومسألة الهروب إلى الأردن أو سواء هذا أمر يجب أن يكون خطا أحملا في أي حال من الأحوال في رد كان في إيطار ما أشرت له دكتور باسم لعضو المكتب السياسي لحماس أسامة حمدان قال إن كان هناك تهجير لا قدر الله لشعبنا إلى سيناء فسندك المقاومة ستدك أيضا إسرائيل من سيناء وهذا ربما يأتي في سياق السؤال الذي أريد أن أطرحه عليك وهو يعني الخطاب السياسي إن كان على الصعيد الفلسطيني والصعيد الإسرائيلي أو الدولي مختلف عن أرض الواقع لماذا؟ يعني شوف إسرائيل عندما يتم وقف إطلاق النار لن تخرج من غزة يعني لن تخرج من غزة إلا بعد أن تبدأ ترتيبات سياسية معينة وهذا النوع من الترتيبات حتى الآن هو في مهب الريح وغامض جدا لا يوجد تفاهم حوله بين إسرائيل والولايات المتحدة واللي هم طرفين الأساسيين وبغض النظر عن هذا النوع من الترتيب سيعني بنهاية المطار أن المقاومة الفلسطينية ليس فقط الكتام وصرايا الكدس وإنما مجمل حركة المقاومة الفلسطينية ستتعامل مع الموجود الإسرائيلي على أنه إعادة احتلال لقطاع غزة وبالتالي من المشروع تماما إعلان المقاومة ضده وستبدأ تلك المقاومة السرية تحت الأرض من الأسراك إلى آخره وهنا بالاستحض تجربة حمليا جنوب لبنان عندما يعني قاومت ضد الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجنوب وأجبروا على الخروج من جنوب لبنان لاحقا وبتبدير هذا ما ينطر الفلسطينيين الآن إذا ما تم وقف إطلاق النار بأي وقت الآن بكرا بعد و بعد أسبوع هذا لا يعني إلا التالي أن مرحلة جديدة من المقاومة السرية العنيفة والقوية والمنظمة والموجعة جدا التي سيتم بدئها ضد ليس فقط ضد الإسرائيليين وإنما بتبدير ضد أي سلطة أو أي جماعة أو أي فريق ممكن أن يأتي مستفيدا من الدعم الإسرائيلي والدعم الأمريكي يعني كما يقال أن يأتي على ضد الدباب الإسرائيلي بصرف النظر عن هذه الجهة ستكون أيضا هي في عين العاصفي وستكون من الجماعات التي سيتم توجيه السلاح ضدها والمقاومة لأنه عندئذ ستكون العلاقة بين إسرائيل وأمريكا من جهة وتلك السلطة القادمة علاقة عضوية بمعنى أنها لن تفعل إلا ما تريد إسرائيل وهذا أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال لا حماس ولا غير حماس أن توافق عليه في غزة نعم سؤال أخير أشرت إلى نقطة يأتي بنعكاسها على ضور تفعيل منظمة التحرير والحديث عن تفعيل ضور منظمة التحرير بحاضنة الكل الفلسطيني الاستراتيجية المعتمدة لتفعيلها ما هي دكتور باسم باعتقادك يعني هذا سؤال صعب لكن من نافلة القول أن نقطة البداية يجب أن تكون هي إسقاط الوهم الذي سيطر على طرفي الصراع من صيف 2007 حتى الآن بأن أحد هذه الأطراف سيكون بإمكانه أن يلحق يعني أن يقصي طرف الآخر واضح تماما أنه الآن بمرحلة لابد من سلطة رغم الله أن تعترف وبشكل حقيقي وصادق أن حماس والآخرين شركاء بكل معنى الكلمة ولهم عمليا دور وحق في أن يكونوا جزء من عملية إتخاذ القرار كما هو مطلوب أيضا من حماس أن تعتبر الآخرين مكملين بفعلها الكفاحي لأن الصمود الذي نلاحظه الآن بغزة ليس بس صمود القسام صمود الوحدة في المقاومة هو مجتمع مقاوم صحيح بالكامل والهبات التي نراها بالآلم قاطبة هم ليسوا مؤيدين لحماس فقط هؤلاء مؤيدين للشعب الفلسطيني ككل بالتالي لدينا رصيد هائل جدا من العطاء ومن المؤيدين ومن الداعمين وعلى قيادات القيادات السياسية الفلسطينية وعلى وجه الخطوص فتح وحماس أن يبرعوا بإيجاد صيغة معقولة للتعايش إذا بتكون هذه الصيغة إحياء مرضمة التحرير وإنعاشها لكي تكون ممثلة حقيقية للناس فهلا إذا تعرض لذلك أعتقد بالدخول أخلافيا وسياسيا مطلوب من الفريقين إيجاد تلك الصيغة التي يمكن أن يتعايش في كنفيها جميع الفلسطينيين وأن يرتبوا أمورهم الداخلية وأن يستعدوا للجولات القادمة من حروف في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذا العدوان أما بعد ذلك في ظل هذه الأوضاع هذه اللحظة المناسبة تماما أن يبدأ الفعل الجدي للبحث عن صيغة التعايش يعني يجب أن تنطلق من فكرة واحدة لكل أدوة سواء سلطة رحم الله أو المقاومين بغزي أن إسرائيل لديها مشروع واحد يلخص بكلمة فقط الإبادة وبالتالي أمر مغجل ومعيب ومسزن ومبكي أن نبقى نرسل على قضايا أخرى شكلي هنا وهناك في الوقت إلي الإسرائيلي يقول لنا أنكم لم تعودوا أبناء المكان ويجب إبادتكم بالتالي مش واضح ما هو التسويق وما هو المبرر لأي فصيل سياسي أن نعقد قضية العوني إلى درجة من الوحدة تجعل الكل يعمل في برنامج واحد وفي حالة من التكاتف للوقوف بشكل ناجح أمام المخصصات الإسرائيلية بروفسور العلوم السياسية في جامعة برزيت الدكتور باسم الزبيدي حدثنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك إذن سيداتي وسادتي إلى هنا نأتي لختام الجزء الأول من برنامج مساء الخير وطنو هذه تغطية الإخبارية اللقاء يتجدد في العديد من القضايا المحورية وأيضا الفعالة والمتطورة والمتسارعة لحظة بلحظة بعد السابعة من هذا المساء ابقوا معنا بكل جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي لبنان تعلن أنها قصفت بدفعات من الصواريخ مواقع عسكرية أسرائيلية في ليمان وخربة ماعر بالجليل الغربي وذلك ردا على المجازر الصيورية بحق المدنيين في قطاع غزة الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة يؤكد تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية كليا أو جزئيا منذ انتهاء الهدنة مشيرا إلى أن الاحتلال لا يزال يطلق من الضربات والقادم أعظم 57 شهيدا في مجزرة لعائلتي نصر وأبو وردة بجبالي النزلة شمال القطاع إثر استهداف منازلهم من طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم طيران الاحتلال يدمر مسجد حمزة في بلدة خزاعة شرق خان يونس شبكة سين أن الأمريكية تنقل عن وزير الخارجية أنتوني بلينكين قول له أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يجب أن يتبعها سلام راسخ ومستدام وفقا لتعبيره إصابة نساء وأطفال باستهداف قوات الاحتلال بوابة مركز إيواء ونقطة طبية في مقر للأنروا بمخيم جباليا شمالي القطاع جيش الاحتلال يعترف بمقتل 426 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 102 قتلوا منذ بدء العمليات البرية أخيرا أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يدعون لعدم الانزلاق مع المشروع الأمريكي البريطاني لما يسمى خطة اليوم التالي في قطاع غزة ويدعون لبدء حوار وطني شامل لتجسيد الوحدة الوطنية وذلك خلال مؤتمر صحفي وعقد في وطن بهذا انتهى المجاز دمتم في رعاية الله برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية الجنيدي خير من يهتم بصحتكم وطن أف أم 99 فاصلة 2 ترجمة نانسي قنقر 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 أن في حين أقر جيش الاحتراب بمقتل 426 جنديا وضابطا منذ بدء الحرب والعدوان وإصابة آخرين بينهم 1593 حالة 255 هي حارجة. إذن في ظل هذه التطورات والتسارع في التخبط الإسرائيلي في قطاع غزة معارك تدور حسب المصادر. إذن الآن سنتحول إلى رمالة ومراسلتنا هناك حنين قواريق لتضعنا بسرطة التطورات في رمالة حيث مسيرة مساندة خرجت قبل قليل. نعم محمد انطلقت مسيرة قبل ساعة تقريبا من أمام دوار المنارة. شارك فيها عشرات المواطنين من مختلف الفئات العمرية ومختلف فئات المجتمع. عجابة شارع ركب وشارع الأمراء ثم عادت مرة أخرى للتجمهري إلى دوار المنارة. قتف المشاركون خلال المسيرة نصرة لغزة ودعما للمقاومة ورفضا لما يحدث في غزة من مجازر وإجرام مستمر منذ أكثر من 65 يوما. في المسيرة شدد المشاركون في هتافاتهم على ضرورة الالتزام بالإضراب غدا. والمشاركة بالمسيرة التي تنطلق غدا الساعة الثانية عشر. بعد دعوات عالمية من قبل النشطاء والمؤثرين والحراكات العالمية التي دعت للمشاركة في إضراب شامل في مختلف دول العالم. ويمس كافة مناحي الحياة التعليمية المواصلات المطارات وكل مناحي الحياة في محاولة للضغط على الحكومات من أجل التحرك الجاد لعلها تتحرك وتتخذ قطوات عملية من أجل وقف الحرب على غزة. نعم. أنا بتشكرك زامريتنا حليل قواريق على هذه الرسالة. إذن قبل قليل كانت هناك مسيرة في رمالة تجوب محافظة رمالة ومساندة لقطاع غزة ولهذه المجازر التي ترتكب بحق أهلنا في قطاع غزة. في ظل هذا الاستمرار في العدوان الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 17 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء. نتحدث عن سبعة آلاف بين المفقودين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كل هذه التطورات أيضا تأتي في سياق أن اليوم يحيي العالم الذكرى الخامسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في العاشر من ديسمبر كانون الأول للعام 1948 على وقع انتهاكات فضيعة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. تقترفها إسرائيل على مرأة ومسمع من العالم. ودعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشاط رفيع المستوى في المبنى الأممي. في جينيف على مدار ثلاثة أيام من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول الحالي. وسيطرح برنامج النشاط أربع مواضيع رئيسية للنقاش حول مستقبل حقوق الإنسان وعلاقتها بقضايا الأمم والسلام. ضيفي عبر الهاتف المحامي فارس أبو الحسن. ناشط حقوقي اجتماعي. مساء الخير لك أستاذ فارس. يسعد مساءك أخي أحمد. أنت وكل السادة المستمعين والمشاهدين. تحياتي لك في ذل ما نتابحه من تطورات وارتكاب للمجازر بحق أهلنا في قطاع غزة. اليوم هو الذكرى الخمسة والسبعين لإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاحتفال على أنقاض قطاع غزة. كيف تتابع النواحي القانونية باعتقادك أستاذ فارس في ذل تسارع وطيرة الإجرام بحق شعبنا في قطاع غزة؟ والله طبعا كل الاحترام لك ولا سؤالك. هي 75 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأيضا على الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الإبادة الجماعية. نعم. نفس الاتفاقية التي تم الإعلان عنها وتوقيعها من قبل المجتمع الدولي. هي 75 عام ذكرى الموضوعين المهمين المرتبطات في موضوع حقوق الإنسان. ولكن الصراحة بتأتي هذه الذكرى في ظل هذا العدوان الهمجي البربري على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية كمان. وأنت تعلم والكل يعلم ما تتعرض له الضفة الغربية من هجمات ومن تضييق ومن قتل ومن اقتحامات. وهذه المنازل وقصف. يعني لا تقل الصورة عن ما يجري. طبعا مع الفارق في الأحداث في قطاع غزة وما يتعرض له القطاع الحبيب من تدمير ممنهج لكل ما هو حي في قطاع غزة. حقيقة هذه الذكرى تلقي عبئ كبير على المجتمع الدولي وعلى المؤسسات الدولية بوضع حد لهذه الممارسات. ونتمنى أنها تكون الوقفات والإعلانات والتضامن الدولي الواضح مع الرواية الفلسطينية ومحقوق الشعب الفلسطيني يأتي أكله في إنهاء إسرائيل ومن يقف خلفها من دول ومؤسسات. أنهم يضعوا حل هذه الانتهاكات اليومية بحق شعب. نعم. في ظل المساهم والأمور التي يصعى لها الاحتلال في عملية التهجير لشعبنا في قطاع غزة. هذا الأمر يأتي في صياق هذه المجازر ودفع الناس للهجرة وعبور الحدود. هذا الأمر كيف يتم معالجته بأتقادك أستاذ فارس؟ والله يا خي يعني المعالجة الأولى بأنه يعني شعبنا في قطاع غزة يعني أعلنها صريحة بأنه لن يكون هناك تهجير أو إجرة ولن يتركوا بيوتهم ومنازلهم وأرضهم. وهذا واضح يعني من الصور والمقابلات التي تمنقلها من القطاع الحبيب. وطبعا بكل تأكيد يعني من خلال الموقف المشكور للدولة المصرية بعدم السماح بفتح الحدود والسماح بالهجرة لشعبنا في قطاع غزة. وبكل تأكيد يعني المجتمع الدولي وبكل تأكيد طبعا هذه جريمة جريمة حرب أنك أنت يعني تقوم بإجبار الناس على النزوح وترك منازلهم ونقلهم إلى مناطق. هذه بحد ذات جريمة حرب المفروض أنه المجتمع الدولي أيضا ياخد موقف يعني صريح وواضح ضد ما تقوم به إسرائيل. ويعني للأسف يعني ما شاهدناه أول أمس من حق النقد الفيتو للولايات المتحدة الأمريكية. كل المبادئ كل القانون الدولي العام والإنساني يعني صراحة على شفى الانهيار نتيجة هذا الكيل بمكيالين. وهذه الازدواجية في المعايير يعني صراحة بطل في أي مصداقية للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني. فيما يعني تتمتع به إسرائيل من حماية وغطاء سياسي وعسكري وحرب من هذه الدول التي تساندها وتدعي وتتغنى بحقوق الإنسان. نعم في ذلك ما أشرت له في مجلس الأمن يعني تفعيل المادة 99 ميثاقة الأمم المتحدة للفت الانتباه للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. يعني مثل هذه المواد لماذا لا يتم تفعيلها باعتقادك أستاذ فارس؟ طبعا أخي أول شيء يعني هو السيد الأمين العام للأمم المتحدة طبعا مشكورا على لفت الانتباه لإستخدام المادة 99 وهي صلاحيته في لفت نظر مجلس الأمن في القضايا اللي بتشكل يعني انتهاك للسلم والأمن الدوليين. يعني خطوة يعني متاء منه ويعني حقيقة بتسلط الضوء على عظم الجريمة وأهمية ما يجري في قطاع غزة من انتهاكات إسرائيلية ومن يعني جرائم وتدمير. ولكن للأسف الشديد يعني معي الأيام تثبت المنظمة الدولية بأنها غير قادرة في مؤسساتها وآلية عملها على وقف الحروب والمآثي والتدمير لأي شعب ممكن يتعرض لنفس ما يتعرض له قطاع غزة. فطبعا هذا بالقضوء على عجز هذه المنظمة الدولية في أداء رسالتها ومهمتها. وطبعا هذا بكل تأكيد نحن كشعب فلسطيني نعاني منذ سنوات طويلة. كل القضايا والانتهاكات والجرائم التي اتعرض لها شعبنا على مر السنين الماضية. كنا دائما نواجه بالفيتو الأمريكي الذي يشكل الغطاء السياسي والقانوني والعسكري للاحتلال إسرائيلي. المجلس الأمن أصدر أكثر من 15 قرار بحق الاحتلال الإسرائيلي. الجمعية العامة المتحدة العديد من القرارات. المحكمة العدد الدولية هناك كثير من القرارات أيضا فيما تعلق بالقدس والاستيطان وغيرها من القضايا الجوهرية التي تعلق في حقوق الشعب الفلسطيني. لم يستطع المجتمع الدولي تطبيق أي من هذه القرارات. لأن هناك بكل بساطة المستوى السياسي الأمريكي يعطي الغطاء لدولة الاحتلال. منذ بدء هذا العدوان أستاذ فارس على أهلنا في قطاع غزة. يتم التوثيق والرصد الميداني لهذا العدوان وليهذه المجازر. وهناك تساؤلات حول فعالية محكمة الجينيات الدولية. باعتقادك هل نحن بحاجة إلى تفعيل وعمل ملفات لنوثق فيها هذه الجرائم؟ وما أهميتها؟ وإن كانت تغير مهمة لماذا نوثق إذن؟ والله سؤالك مهم جدا يا أخي أحمد. نعم. الصراحة يعني إحنا كشاعب فلسطيني مرينا بكثير من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية. وهل سؤالك في محله والصراحة بتسلط الضوء على المعضلة؟ هل إحنا هذه الانتهاكات تستثمر كما يجب؟ تستثمر ليس بالمعنى المادي ولكن بالمعنى القانوني والسياسي؟ طبعا هنا يأتي دون السياسيين هل يستثمرون هذا الشيء بملاحقة؟ وهل يستطيعون أفضل ملاحقة المجرمين الإسرائيليين؟ وهذا طبعا سؤال يعني معضل أو مشكلة لأنه هناك كان في حروب على ذلك. وكان في فتح لملفات وكان في مطالبة للمحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل وأن يتم إقامة دعاوة ضد الاحتلال والمجرمين الحرب بكل فئاتهم طبعا في إسرائيل. ولكن الصراحة إذا كنا نتحدث عن السلطة الفلسطينية بصراحة. هل تستطيع أن تلاحق المجرمين؟ هل يستطيع أي مسؤول فلسطيني بعدما يتابع؟ كينا أقول يشتغل بهذا الملف ويطلع ويسافر. هل سيسلم هو نفسه شخصيا من ملاحقة الإسرائيليين؟ وتأكيد لكلامك هناك أيضا حروب أو عدوان سابق لقطاع غزة وليل الضفة ومستمر. لم نشاهد أي شيء. للأسف. أنت سؤالك في مكانه. وأنا أتمنى بهاي الحرب في هذه المرحلة. وطبعا أنا متأكد تماما وجهة نظر المستمعين راح تكون بهذا الاتجاه. ما قبل 7 أكتوبر لن يكون كما بعده. وأنا أتأمل كمان أنه بهذه الحرب ما يتابع من جرائم حرب أن لا يتم التهاول في موضوع الملاحقة والمتابعة. وأن يكون هناك فيه ملفات تجهز بشكل مهني وقانوني لملاحقة المجرمين من خلال محكمة الجنايات الدولية. وكنت أتمنى حقيقة أن المدعي العام لهذه المحكمة كما زار الضحايا. طبعا بضغوط أمريكية وإسرائيلية أن يزور الضحايا في قطاع غزة. أو على الأقل أن يسمع من هؤلاء الضحايا حتى يكون فيه معايير حقيقية. وأتمنى كمان أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتعرض لضغوط سياسية. تحرف بوصلتها في إحقاق الحقوق وفي معاقبة مرتكبي جرائم الحرب. لأنه بكل تأكيد المجتمع الدولي العالم كله بعد هذه الحرب سيعاني. إذا الشعب الفلسطيني حصل على حقوقه وتمت ملاحقة هؤلاء. المجرمين أن يتأكد تماما أن العالم سيعيش مرحلة من الظلام. يكون هناك مجرمين في دول أخرى لن يلاحقوا. لأن إسرائيل ومجرميها لم يلاحق. نعم. سؤال أخير أستاذ فارس فيما تطرقنا له أثناء حوارنا مع حضرتك. يعني يأتي سؤال عن الاستراتيجية القانونية المعمول بها أو التي يجب أن يتم تفعيلها وعمل قاعدة جديدة تأتي من خيارات التجارب السابقة التي أشرتها لها. كيف يمكن تفعيل هذه الاستراتيجية القانونية وعمل حقبة كاملة زي ما أشارت حضرتك حتى نرتقي بتفعيل وإجبار محاكم الجنية على استقبال هذه الملفات وتنفيذ الأوامر التي تصدر عنها. كل الاحترام إليك أخي أحمد يعني الصراحة سؤال عليق وبكل تأكيد إحنا بحاجة يعني لخينا أقول عمل من نوع آخر يعني ما بزبط الصراحة إنه إحنا نظلنا بنفس الآليات السابقة. زي ما حكيت ما بعد ليس كما قبل وبالتالي حاجة يعني آليات عمل ونبتكر آليات عمل وتعاون وتنسيق وتكامل بين مختلف المؤسسات الدولية والمحلية. يعني المحامي الفرنسي اللي شكل مجموعة من المحامين الفرنسيين لمحاكمة وملاحقة ومحاسبة مجميل حرب أمام المحاكم الدولية. أنا أتمنى أن يكون هناك تحركات للسفارات الفلسطينية والكنسليات والدبلوماسية الفلسطينية تتحرك بهذا الاتجاه. المؤسسات أيضاً الدائمة لقضيتنا ولشعبنا في الخارج أنها تقوم أيضاً بهذا الدور. المهم جداً أنا من وجهة نظري القانوني والحقوقي أنه يأخذ دوره بفعالية. وعلى فكرة أخي أحمد كنت حابب أنويات لتحدث على موضوع الأسرى. وللصراحة وهذا طبعاً إشي مرتبط في نفس الموضوع. صحيح. إحنا في موضوع يعني في العالم كله طبعاً منشغل وإحنا منشغلين والكل يعني عم بتابع لحظة بلحظة ويوم بيوم يعني ما يجري في قطاع غزة. ولكن وإنت بتعرف وإنت متابع أنا متأكد بموضوع الأسرى الصراحة ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات يعني شيء يعني ينده له الجبين. إحنا في عنا تقريباً 3200 أسير بعد الحرب على قطاع غزة. هدول يعني وأنا متأكد تماماً كمان اللي بتابعوا موضوع الأسرى. كانوا يلاحظوا بأنه الهجمة على الأسرى بدأت من قبل 17 ومش من بعد 17. الطبيق عليهم وصاحب إنجازاتهم كان بوادر وواضحة فيما سبق. ولكن صار فيه استغلال لفرصة ما يجري في قطاع غزة حتى يتم الاستفراد والهجوم الكاسح على الأسرى. طبعاً أنا ما بدي أهول. الحمد لله إنه في أخبار يعني شوية الموضوع خفت وطئته منذ تقريباً أسبوع على الأسرى. ولكن هذا لا يعني بأنه حياة الأسرى يعني بحدها الأدنى المقبول. الأسر يكون فيه هناك تحرك وكمان يعني بحاجة لأنه موضوع الأسرى يكون فيه تعاون وتنسيق بين المؤسسات العاملة ويكون فيه اهتمام. إذا كان الموضوع بحاجة لمحامين بحاجة لطواقم عمل بحاجة لاتصال وتواصل مع الصليب الأحمر حتى يأخذ دوره كمان في هذا الموضوع الممنوع يزول الصليب الأحمر. ممنوع يزول الأسرى ببتداء من 7 أكتوبر حتى اليوم. المفتوض يكون برضه في ضغط دولي من الجهات الداعمة والوقع على اتفاقية جينيف حتى تجبر إسرائيل على عودة الزيارات للصليب الأحمر. فيما أشرت له في تأكيد لحديثك أستاذ فارس حول ما جاءت به إحدى الأسيرات التي تم الإفراج عنها من خلال الصفقة في الأيام القليلة الماضية. أشارت إلى أن ضابط التحقيق في مخابرات الاحتلال قال لها أنت الآن معتقلة كأسيرة حرب. ونحن اليوم فعلنا القانون الحربي وبناء عليه هذه القوانين وهذه القيود هي عبارة عن نظام الحرب في إسرائيل. فهذا يعني. هذا نوع من الإرهاب هو يحاول يخوفها. أقول لك نحن نتمنى أنه يعامل معاملة أسرى الحروب. للأسف الشديد هو مش عاملة أسرى الحرب أخي أحمد ممنوع يتحقق معهم. أسرى الحرب ممنوع يعرضوا على محاكم. فهمي كيف؟ ولكن للأسف هو بحاول يرهبها ويعطيها صوء. يعني أنه يعني أنت في شيء لك مستقبل أسرى الحروب. لا. هم عمليا حتى أخي أحمد الأسرى اللي بيعتقلوهم من قطاع غزة. الإسرائيليين الآن في مشكلة قانونية. هم مش عارفين كيف بدهم يتعاملوا معاهم. هل يحاكموهم أمام محاكم مدنية إسرائيلية في الداخل؟ هل يطبقوا عليهم قانون المحارب غير الشرعي؟ اللي هم طبقوا على حزب الله سابقاً وعلى الأسرة أيضاً من قطاع غزة في السابق. فهم اليوم الإسرائيليين في مشكلة قانونية بهذا الخصوص. هم طلبوا من هيئة شؤون الأسرة حضور جلسات محاكمة وتمديد توقيف للأسرة من قطاع غزة. الهيئة مشكورة طبعاً رفضت الحضور لهذه الجلسات. لأنه طلبوا أن يكون فيه زيارات للأسرة. حتى نعرف أن هؤلاء الناس الذين ندافع عنهم مين هم أقدر أن أتعرف عليه لهذا الشخص الذي أمثله. وكمان أعرف قضيته وأمثله بشكل قانوني سليم. طبعاً الإسرائيليين رفضوا. بالتالي الهيئة رفضة. وهذا موقف مشكورين عليه. هلأ هم شو عملوا عشان يعطوا الصورة القانونية لمحاكماته وتمديد التوقيف؟ جابوا ما يسمى بسليغورية سيبوري محام الدولة التي يتوكلوا المحكمة. يترافع عن الأسرة التي من قطاع غزة. ولكن هذا إجراء غير قانوني. وبنفس الوقت هذا ملف الأسرة في قطاع غزة. وملف الأسرة ما بعد سبعة عشرة التي يتعاملوا معهم الإسرائيليين أيضاً بشكل مختلف. حتى البرد الضفة الغربية. المفروض يكون من ضمن الملفات الضاغطة من خلال المؤسسات الدولية. وطريقة تعامل الاحتلال معهم. نعم. أنا أتشكرك المحامي فارس الحسن الناشط الحقوقي والاجتماعي. حدثنا عبر الهاتف. إذن شكراً مرة أخرى. في ظل هذه التطورات المتسارعة. إذن كما ذكرنا أن هذا المحتل ما زال يرتكب المزيد من الجرائم والمجازر في قطاع غزة. في ظل هذا العدوان لليوم الخامس وستين على التوالي في قطاع غزة. ما زال هذا العدوان مستمر. هناك أكثر من سبعة عشر ألف شهيد. وأكثر من اثنين واربعين ألف بين جريح ومصاب. وأيضاً سبعة ألاف هم مفقودين حتى اللحظة لا أحد يعلم أين هم. هم تحت الأنقاض أم هم استشهدوا حتى اللحظة لا أحد يعرف شيء. الحملة على المعتقلات الفلسطينية وأسرانا داخل المعتقلات. كما ذكر المحامي فارس أبو الحسن. قال أن الحملة مستمرة بحق أسرانا. الاضطهاد مستمرة. التنكيل مستمر في ظل هذا العدوان الذي يشمل الكل الفلسطيني. حملة التهجير على قطاع غزة مستمرة بالسياسة والنهج الصهيوني الإسرائيلي. وبالحلفاء. وأيضاً أيرادة شعبنا أيضاً هي مستمرة في ظل هذا العدوان. ابقوا معنا في هذه التقطية. اشتركوا في القناة إذن في ظل الفشل الإسرائيلي وتداعياته. كتب أسامة خليفة حدثت عملية طفان الأقصى في عهد أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً وعدوانية. وهو أمر يختلف كثيراً لو حدثت في عهد أي حكومة إسرائيلية أخرى. في ردة فعلها الأدوانية الانتقامية تلك تؤكد كل الوقائع التاريخية التي مر بها الصراع مع المحتل بمختلف الطيارات السياسية الصهيونية التي تسلمت زمام السلطة في الكيان. والتي لربما تكون قد تباينت في برامج وسياسات معينة. لكنها كانت موحدة أو متشابهة في استراتيجيتها الاستطانية التوسعية الأدوانية الاستعمارية نحو الإنسان والأرض الفلسطينية. من هذه الناحية قد تختلف من حيث الدرجة لا من حيث النوع. إذن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين. الفلسطينيين أن نروى الاحتلال يسعى لطرد سكان قطاع غزة إلى مصر عبر الحدود. موسيقى أيضا قال المحل العسكري الإسرائيلي يؤذي زيتون. اليوم إن جيشهم يدرك أن تدمير حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة لن يتم خلال أشهر قليلة. نظرا لاستعداداتها على مدى العوام الماضية. مشددا على أن الجيش مندهش من قوة وتسليح الحركة وفق تعبيره. وفي حديث لزيتون في تحليل نشرته صحيفة يدعوت أحرانات العبرية عن مهلة ضمنية أمريكية لإسرائيل. كي تنهي الحرب في نهاية ديسمبر كانون الأول جاري أو حتى نهاية يناير كانون الثاني المقبل. إذا صارت الأمور على ما يرام دون وقوة حدث صادم يوقف الزخم. ويصر المسؤولين الإسرائيليون على استمرار الحرب على أمل إنهاء حكم حماس المتواصل لغزة منذ صيف 2007. والقضاء على القدرات العسكرية للحركة والمقاومة في قطاع غزة. التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ عقود. وأضاف المحلل الإسرائيلي على الأرض يندهش الجيش كل يوم من مدى قوة حماس. نقف هنا مع ضيفي عبر السكابة الدكتور علي الأعور المختص في الشؤون الإسرائيلية. مساء الخير لك دكتور علي. أهلا مساء الخير أخي محمد. تحياتي لكم والسادة المشاهدين. أهلا بك. قبل التعقيب على القراءة الإسرائيلية حول كلمة الناطق العسكري. ليسم كتاب القسام أبو عبيدة. نريد أن نتطرق إلى نقطة بأن محلل عسكري إسرائيلي قال. جيشنا مندهش من قوة وتسليح حماس. نعم يبدو أن هذا الخبر أيضا والتعليق للصحة الإسرائيلية أو المحلل العسكري الإسرائيلي. وأعتقد أنه عام صهر إيل المحل العسكري في صحيفة هارت. هو يقاف زيتون. يقاف زيتون أيضا هو في القناة الحادي عشر. نعم صحيح. قناة كان الرسمية. على إتحاد. أيضا تحدث عام صهر إيل بهذا المعنى. وتحدث أيضا عدد من الصحفين الإسرائيليين. ولكن الآن إلى حد ما بدأت حتى الإعلام الإسرائيلي. وبدأت الإعلام الإسرائيلي. يتحدثون عن خسار. هذه الأرقام أخي محمد لم نسمعها من قبل. بالأمس كان هناك تقريبا أكثر من عشر جنود بين قتيل وجريح. اليوم أيضا حوالي سبع جنود بين قتيل وجريح وضباط. والاعتراف حتى بالجرحة الذين يمون في المستشفيات ويقتلون في البيدان. أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. أن الإعلام الإسرائيلي بدأ يتصدر هذه الأخبار. من قبل لم نسمعها طاقة. يتحدثون عن جندي جريح أو جندي قتيل. ولكن اليوم صحيفة هارث إسرائيل هي دعوة أحرانوت. وبالتالي القنوات الفضائية الثالثة عشر والحدي عشر والثاني عشر. الكل يتحدث عن أعداد القتلى من الجيش الإسرائيلي. وبالأمس كما تحدثنا كان أول أمس ابن جابي عايزم كون. وأمس ابن أخت. وبالتالي هذه الأعداد. الآن ربما يسأل أحد المهتمين. هل هذه الأعداد ربما تؤثر على قرار نتنياهو. وبالتالي يوقف الحرب. ما مدى تأثير زيادة أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي. لقرار الحرب. وبالتالي توجه نتنياهو إلى هدن. وربما مفاوضات أو صفق التمادل الأسرة. وما إلى ذلك. أنا بتقديري. الآن الإعلام الإسرائيلي بدأ يهتم أكثر بأعداد القتلى. نعم صحيح نتنياهو هيأ الرأي العام. وقال لهم هناك خسائر كبيرة. وهناك ثمن باهض. ولكن الإسرائيليين لم يتوقعوا أن حركة المقاومة السلمية حمس. وفصال المقاومة تمتلك هذا السلاح. نعم. يعني إذا سمعتني بتعليق مصير على كلمة أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتاب القسام أمام العالم. تحدث عن 180 تدمير وتعطيل. وأطاب أكثر من 180 آلية عسكرية إسرائيلية. بين نقل الجند وبين مدرعات وبين دبابات المركبة. يعني هذه أرقام خيالية. لا يمكن. ويؤكد بيقولك أنا ممثقها بالصوت والصورة. يعني أبو عبيدة عندما يتحدث. يتحدث إلى العالم بالصوت والصورة. هناك توثيق لكل ما يقوله. وبالتالي أنا بتقديري أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي. ربما الآن بدأت تزداد بشكل كبير جدا. وبالتالي تلعكس على قرار نتنياهو. مع العلم أن نتنياهو حتى هذه اللحظة لم يهتم. ومجلس الحرب بالمناسبة أخي محمد. لم يهتم حتى بأعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي. ولو كان يهتم بأعداد القتلى. أنا بتقديري الهدنة التي كانت فرصة لنتنياهو. من أجل ربما مفاوضات شاملة. ووقف إطلاق نار شامل. ولكن يبدو أن لا أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي يهتم بها نتنياهو. ولم تعد من أولوياته. بالإضافة إلى 138 أسير إسرائيلي. أيضا لم تعد من أولويات نتنياهو. وبالتالي نتنياهو يبحث له عن مستقبل. يبحث عن حياته السياسية الخاصة. ويبحث عن نصر. اليوم أخي محمد للمشاهدين الكرام. وحصريا وخبر عاجل الآن في صحيفة دعوت أحرونوت. نتنياهو يقول لكتاب القسام. عليكم أن تسلموا أنفسكم ولا تموتوا من أجل السنوار. يعني تخيل أصبح هدف إسرائيل هو القاه القبض على السنوار. يعني إلى أين وصلت الأمور؟ هذا يؤكد فعلا تسليح المقاومة. المقاومة العنيفة. القوة الإرادة العزيمة. الإيديولوجيا التي يؤمن بها كتاب القسام ومقاتلي القسام. وبالتالي الآن كل المعطيات على الأرض أخي محمد. تشير إلى أن المقاومة تسجل انتصارات وإنجازات. حتى وإن دخل الجيش الإسرائيلي. معروف 300 ألف جندي إسرائيلي. الآن في قطاع غزة وعلى حدود قطاع غزة. وتسليح أباشي وإف 16 وإف 18 وإف 35. وطائرات مسيرة وصواريخ موجهة. حتى استخدام الذكاء الاصطناعي يا أخي محمد. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي. في عملية توجيه الأهداف والعودة. وعملية باك بالهدف المقصود. وما إلى ذلك. على يتحال. أنا بتقديري نعم هناك حديث في العلام الإسرائيلي الآن عن أعداد القتلى. وهناك حديث في العلام الإسرائيلي عن تسليح حركة المقاومة وفصال المقاومة. وقدرتها على الصمود أمام الجيش الإسرائيلي. لو تبعنا أيضا نقطة هامة أشار لها أبو عبيدة. نريد هو الرسالة الناطق باسم القسام أبو عبيدة. محورها هو موجه للشارع الإسرائيلي. وهو يعتبره جزء مهم للضغط على الاحتلال. وهو واضح للعلن. لكن هناك نقطة هامة أشار لها في خطابه. وربما هي عابرة. كانت أن القسام لن يعطي أسر الاحتلال لإسرائيل دون شروطه. ولن يستطيعوا أن يخرجوهم أحياء. يعني هذا لربما نقطة أو فارق بالحديث وفي الخطاب لدى القسام. يعني هذا هو في حال أنكم حاولتم أن تقتحموا أو ما فعلتم. ستؤدي ذلك إلى قتل أسراكم. كما فعل. أنا بتقديري هذه النقطة المركزية. تحدث عن القتال وتحدث عن المعارك العنيفة. وهذا كان معروف بالمعارك العنيفة التي كان يتحدث عنها كتاب القسام وصري القدس. في سجعية، في دير البلح، في خان يونس، في القرارة، في جحر الديك، في حي الزيتون، في جباليا أيضا. حتى هذه اللحظة هناك معارك عنيفة تحدثوا عنها. ولكن أشياء الجديد الذي جاء به أبو عبيدة وراد إصار رسالة إلى الشارع الإسرائيلي تحديدا إلى المتظاهرين الآن في شوالة الأبيض. وهي الرسالة الواضحة تماما أمام العالم بأن يانا تنياهو الأمية وعشر أسرى إسرائيليين الذين اقتمع إعادتهم ويرجاحهم إلى إسرائيل كان بشروط المقاومة. وبالتفاوض مع المقاومة. والمقاومة هي التي فرضت شروطها. وآلية وطريقة وتوقيت الإفراج عنهم. والمكان الذي يتم الإفراج عنه. ووقف كافة الطيران الجو الإسرائيلي في قطاع إزة لمدة ستة أو سمعة أيام. يعني أنظر أخي محمد هذه الرسالة واضحة. أيضا أراد أن يكمل الرسالة ويقول لنتنياهو. لن تحصلوا على أي أسير إسرائيلي حي إلا عن طريق المفاوضات. إلا بصفة التبادل الأسرة. ومن خلال هدنة وربما وقف إطلاق نار الشعب. هذه الرسالة أبو عبيدة. أنا متقديري. هذه الرسالة المهمة. هذه الميكانيزم. هذه الديناميكس التي تحدث عنه أبو عبيدة. أنه يا جماعة في عمليات ألارة في عمليات. في قتال في قتال. ولكن الشيء المهم. أنتم الآن متظاهرين في تل أبيب بمئات وعشرات الألاف. ديروا بالكم. لن يعود أي أسير إسرائيلي إلا من خلال صفق التبادل الأسرة. وهذا ما أشرت إليه يوم أمسا القناة الثالث عشر والقناة الثانية عشر. ولكن نتنياه أراد أن يرد على أبو عبيدة. وقال للتو. يعني عبر صحيفة كدعوة أهرنوتون في خطاب له. قال بأن هناك العشرات من كتاب القسام يسلمون أنفسهم. وبالتالي أراد أن يقول لهم لا تموت من أجل الصنوار. أنا ما رأيتم هناك فلسطينيين يتم إخراجهم من البيوت. عراء أخي محمد ويرفعون إيديهم ورجليهم. وأنا بتقديري أنا شاهدتم ربما فتيان. وربما على التحال هذه القضية ربما أمنية وستراتيجية وعسكرية. ولكن نعود إلى رسالة أبو عبيدة. رسالة أبو عبيدة كانت واضحة تماما. لن يتم تسليم أي أسير إسرائيلي حي إلا من خلال صفق التبادل الأسرة. المظاهرة التي أشرت لها قبل قليل أنها في تل أبيب. هل هناك معالم عن أسباب هذه المظاهرة. هي متعلقة بخطاب أبو عبيدة. أم هي من ضمن البرنامج لذوي الأسرة الإسرائيليين لدى المقاومة؟ نعم أشكرك أخي محمد. ضمن البرنامج والذي بدأ مساء السبب. يعني الإسرائيليين بدأوا يحضروا لأنه هناك لم يعود أبنائهم. وهناك قتل الجندي التي أرادت إسرائيل أن تفرج عنه أو تحاول عملية عسكرية وربما أمنية وكوماندوز وما إلى ذلك. قتل من الجيش الإسرائيلي الذين جاءوا لإنقاذ الجندي الأسير. قتل منهم وجرح منهم وقتل الجندي الأسير. فالمظاهرة اليوم ويوم أمس هي ضمن أو فيطار البرنامج الذي يرفع شعار واحد. الشعار هو يجب إطلاق صراح كافة الأسرة على الإسرائيليين من خلال صفق التبادل الأسرة. وحتى الإسرائيليين الآن يطالبوا بوقف إطلاق النار. تخيل أخي محمد لا يستطيع ولا يجرؤ أي عربي ولا حكام عرب ولا دول عربية ولا حتى أوروبا. حتى بالأمس شفت الفيتو الأمريكي على وقف إطلاق النار. لا يستطيع أحد أن يجرؤ. ويقول يجب وقف إطلاق النار. الإسرائيليين الآن في ميدان رابين في قلب تل أبيب يطالبون بوقف إطلاق النار. وهذا تغير كبير في الخطاب السياسي. نعلم جيدا من أجل أبنائه. ولكن بشكل عام هناك وقف لإطلاق النار. وبالتالي ممكن أن تستمر هذه المفاوضات وتصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار شامل. ولكن أنا أؤكد لك يا أخي محمد أن المعطيات على الأرض والبيدان الآن هو الذي يرسم مستقبل غزة. هو الذي يرسم خطط نتنياهو وقارات نتنياهو. حتى هذه اللحظة لا سيطر إسرائيلية على شمال غزة ولا على مدينة غزة ولا حي الزيتون ولا الشجعية. فما أدراك بخان يونس ودير البلاح ورفح التي بها الثقل الكبير لحركة حماس وفصال المقاومة المسلحة. باتشكرك دكتور علي العورة المختص في الشؤون الإسرائيلية. حدثنا عبر سكايب من رمالة. إذن هذه المعطيات والقراءة الإسرائيلية الأخيرة لوطن في ذلك هذه التطورات المتسارعة كما ذكرنا في الصياق. إذن إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي لختام هذا المشوار في التغطية المتسارعة للتطورات في ظل هذا الأدوان. لليوم الخامس والستين على التوالي على أهلنا في قطاع غزة. كل التحية لطاقم العمل في الهندسة الإذاعية محمود معطان. وفي الإخراج الإذاعي محمد الزاغة. وأنا محدثكم في الإعداد والتقديم محمد شوكت. طاب يومكم وفي أمان الله. إلى اللقاء. يا وطن الأنبياء تكامل ويا وطن الزارعين تكامل ويا وطن شهداء تكامل ويا وطن الضائعين تكامل مساء الخير يا وطن مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل مساء نسيم الجليل العليل مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا مساء الخير ليبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان مساء الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو والفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقصطل من طبارية حتى النقب مساء الخير من اللد والمثلث مساء الخير من وطن يا وطن مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباص وسلفيت مساء الخير لكل مدينة وقرية ومغيم مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء مساء الخير للعمال والفلاحين مساء الخير للطلاب للفقراء مساء الخير يا وطن مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين ممتازين على امتداد الوطن المسائل انتظار الوطن المسائل